السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبابي ومتابعي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى كل محبي نبات جلد النمر أو السنسفرية إليكم طريقة اكثارها بطريقة سهلة جدا وبسيطة وهي عن طريق الأوراق كل ما عليك أن تأخذ غرقة من النبتة ونقوم بقصها بهذه الطريقة ونضعها في تربة خفيفة جيدة الصرف ونقوم برأيها بماء خفيف وبعد ذلك نضعها بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة في مكان به إضاءة ساطعة وبعد فترة إن شاء الله ستتكون الجزور وتتكون أيضا الخلفات من هاي الأجزاء من الورقة وبعد ذلك تقدر تنقل هاي الخلفات من مكان هاي الأصيص الصغير إلى جوار أكبر بفضل الله تعالى وتكون عندك نبتة جديدة بفضل الله أتمنى أن تنال إعجابكم فلا تنسوا الصلاة على النبي ولا تنسوا الله وشير ودمتم في رعاية الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر